اشتركوا في القناة 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 فليك انك تفرح بشباب جديد بتغير ثقافتهم في الكورة وقمتهم واحنا تربنا واحنا ظهرين على ان الاتحاد احدى اضلاع المسلس الكبير ده في مصر التعامل مع اللعب الناشئ او اللعب الشاب اكيد بيختلف كابتن امامع التعامل مع لعيب يعني اللعب نجم ودائما اللعب اللي بلعب في الاهل او الزمكا او الاتحاد بيتعامل ان هو لعيب نجم ايه الاختلاف مبينك بتعامل مع لعيب ووصل لمرحلة النجمية او بتتعامل مع لعيب بتحطه لسه على اول السلم ان هو ممكن يبقى نجم في السنوات اللي جاي كانت لنا تجربة سابقة في 97-98 إن أنا طلعت بإنبي من الدرجة الثالثة للتانية للأولى للدور المنتز على يد المرحوم العظيم كابتن طهر سري فكانت تجربة رائضة وفي بداية تكوينك إنك بتشتغل مدرب عام لمدير فني لمدير كورة مع كابتن طهر كانت تجربة سرية وعملنا اسم كويس لنادي إنبي الحقيقة بعد ما نزلت من إدارة الكورة بالفريق الأول في إنبي واشتغلت لمدة 17 سنة نشئين استهوان الجانب ده في العمل وبالتالي العودة اللي أنا بعودها السنة دي في نادي الاتحاد مدياني نوع من الشغب والدوافع إن أنا أكني لعيب هرجع ألعب من جديد كان عنده أصابة طويلة وإيه جايلة فأنا متحمس زي زي اللعيم يمكن بتعب الأستاذ محمد بسلح كتير هو رجل جميل بصراحة لا لا ده هو يعني لو جاز إن هو بيشتغل 30 ساعة أنا مش عارف هو بيدير شغله إزاي الحقيقة يعني فيه صورة كبيرة إلا وبيمتدخن فيها وبيحلها نقدرش نستغني عنه الحقيقة هو كمان نفسه يخدم نادي الاتحاد ويقدم له حاجة جيدة يمكن الظروف ما خدمتش السنوات اللي فاته لكن قدم على مستوى الباسكت بطولات وخلافه نفسه كرة القدم تعود إن بقى فيها لعيبة بتلعب دورين وده بنوعد فيه السنة دي عندنا شباب مميزة جدا أنا مراهن على لعيبة فيهم هتلعب منتقب مصر فريق اللي بنكونه مش عايزة أقول فريق شاب لكن هو فريق بيحتوي على مجموعة مخضرمين على لعيبة كبار مميزين على مجموعة من الشباب على مجموعة من ناشئين عاملين خليط جميل كده معنا مدرب رائع الحقيقة مستر بابا فسيليو كرته خططية هجومية من بيحب اللعبة من منطقة البناء من التلت الأولاني حب كرة تحرك كتير ننقلها غير إن أنت كان فيه أوقات كتير في الاتحاد بنشتغل على السكن دي بول أو الكرة التانية فأنت النهاردة عشان تروح بالفريق لمستوى عالي ومستوى مميز لازم تكون بتبدأ يتهجم من تحت وتبقى كرتك هجومية زيك زي الأهلي زي الزمالك زي الأندية اللي هي بتلعب في المربع الزهري وإن شاء الله إحنا هناخد مكاننا في السنوات الجاية إحنا كان فيه ترشحات بتجمع حوالي من ثلاثة لخمس مدربين مصريين أستاذ محمد مسلحي أستاذ أحمد عبد مجيد أستاذ محمد سلامة أستاذ محمد البحيري دول أعضاء لجنة الكرة ويعتبر هو المجلس المصغر لإقدارة الكرة في نادي الاتحاد الحقيقة كان عندهم وجهة نظر ممكن أكون أنا كنت ميال لمصري عشان أعرف أتعامل معاه خاصة بعد عودة من 18 سنة تدريب ناشئين فعايز أعرف وساعد بالشكل الإيجابي ما يبقاش منصب شرفي لكن كان اختيار أستاذ محمد والمجلس اختيار لي عمق شوية ممكن ما يكونش على هوا بعض الجماهير لكن هو أنت بتعمل فريق جيد وصغير وهيبقى فيه عناصر كتير عايزين نوقف النزيف اللي دائما في نادي الاتحاد نادي الاتحاد على مدار 7 سنين لعب 119 لعب رقم كبير جدا إحنا بنغير تغييرات جزرية كل سنة فالسنة دي إذا كنا بنعملها فهي للمرة الأخيرة معمولة بأهداف فنية جيدة معمولة بمتوسط سن معمولة بشكل إنه يبقى فيه شغف للعيب اللي جاي يلعب في الاتحاد وهو مش حاطتنا رقم مالي جاي يقبض ويمشي بالعكس فيه أولاد من الدرجة التانية يستهدفنا حوالي 4-5 عناصر فيهم 2-3 إن شاء الله إن شاء الله هيبقوا ممثلين للنادي واللمنتخب المصري بقواعد بكده عندنا مجموعة من اللعيبة المخدرمين المميزين اللي بيتقالع اليوم أوفر إيجي 29-28-30 سنة محمود متولي بخبراته الكبيرة وإسمه الكبير البكري جبنا الشيمي فيه أسماء كتير عرفنا نعمل خليط في الجانب الفني يد مدلول وإنه فيه خبرة وفيه فقشاب فإحنا عاملين مكون فيه ثلاث لعيبة في كل مركز مقسمين لـ 22 لولين على المركز الكبيرة واللعيبة الكبيرة وحطين ورا كل واحد من الكبار دول اسمه من السن الصغير لكنك تشاهد حتى على مقاعد البودلة لعيب عنده 16 سنة لعيب عنده 16 سنة محمد جابر ده أتمنى تعمل معاه مؤابلة لعيب صغير بلعب في منتخب مصر أساسي مع كابتن أحمد الكاسي ومحمد إبراهيم وجاء أخذه بطولة شمال أفريقيا من الولاد الموازين ومش عايز أقولك بينافس على مركز الظاهرين الأيمن مع لعيبة كبيرة الشي طبيعي طبعا التسجيل ده والإحصى والكتابة وأنك تبحث في شغلك وعمله أنا لو ركزت في الورقة ده مثلا ده شكل الفريق يعني بقسم كل حاجة كل حاجة بلون وكل لعيب بلون لو ركزت شوية مثلا هتلايني عاملين فريق ده 21 ورقة ده الفريق السابق وبعدين كل تجديدات أسبوعية بنعملها بنشيله بنحط له هناك أنت بتشغل على تارجت يعني أنا الاتحاد ما عنديش إمكانيات بيرميز ما عنديش إمكانيات فيوتشر ما عنديش إمكانيات البنك أو سراميك فأنت فيه خمس ست سبع فرق سبقك في الكوست وفي التكلفة في الميزانيات ما تنساش كمان نادي الاتحاد بيصرف على تمنتاشر لعبة أنت النادي إسماعيلي بيشتكي وهو بيصرف على لعبة واحدة المصري بيشتكي وهو بيصرف على لعبتين ثلاثة طب ما اللي لا يكون فهم له أستاذ محمد فبالتالي حتة التسجيل والإحصة دي في كل حاجة إحنا الكشف الطب بنعمل حوالي 13 كشف الطب على لعب في كل حاجة ممكن تتقالة أنا دوري أخدم الفريق والعناصر دي وأوفر أجواء مثالية للمدرب ما ليش تدقلات فنية في الكواليس بره ممكن أتناقش فنية لكن مجرد ما بننزل ملعب اللي بيدير القطاع والجهاز والفريق مستر بابا ما فيش حاجة بتتحقق من غير أحلام أتمنى وبحلم إن الاتحاد يدخل في الأربعة الكبار في الدوري ويستعيد مكانته ومن ثم يتأهل لنلعب كونفادرالية أو بطولة عربية إحنا بنحبوكوا جدا وعارفين قيمتكم عندنا وعارفين احترامكوا لينا ونفسكوا تحلموا إنه النادي يلعب كرة حلوة جميلة تحسسكوا وقيمت نفسكوا وترضو غروركوا نادي الاتحاد طول عمره كان بياخد بطولاته من جوى القاهرة ومن جوى السادة القاهرة إن شاء الله نرجع بالاتحاد اللي الناس تهابوا وإنه الأندية اللي تيجي إسكندرية تيبقى جاية الآن مش جاية فصحة